اثنان وثلاثون أسبوعا مضى على التظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ومن جديد عادت الشرطة الإسرائيلية إلى خط المواجهة مع المحتجين هنا في مدينة القدس عندما انطلق المتظاهرون من جسر الأوتار في مدخل المدينة إلى ساحة بلفور أمام مقر بيت رئيس الحكومة الرسمي ويسخر المتظاهرون هنا من نتنياهو الذي حرّض ضد المواطنين العرب على مدار سنوات طويلة ومنع الأحزاب من إنشاء اثلافات معهم على خلاف سعيه الآن وراء الصوت العربي ويدعي المتظاهرون أن الشرطة استخدمت خرطيم المياه بحجة تفريقتهم دون إنذار مسبق انتهت المواجهات باعتقال المتظاهرين بحجة الشغب والاعتداء على الشرطة كما شهدت مدينة تل أبيب هي الأخرى تظاهرات في ساحة هبيما شارك فيها مئات المحتجين الذين تظاهروا مطالبين في لجنة تحقيق حول إدارة جائحة كورونا ومحتجين أيضا على منع فتح بروتوكولات جلسات لجنة الكورونا المصغرة يستمر المتظاهرون في الاحتجاج أسبوعيا في مئات المفارق في طول البلاد وعرضها ويبدو أن هذه التظاهرات التي تقلق نتنياهو لن تتوقف قبل أن يرحل عن الحكم لكنه مشغول في الاستعدادات للانتخابات القريبة وفي تأجيل جلسات محاكمته بعد أن شرف على التقاط أنفاسه الأخيرة والزوال عن الخارطة السياسية نهائيا يعود حزب العمل إلى المشهد من جديد كمنافس تمنحه استطلاعات الرأي من أربع إلى خمس مقاعد وذلك بعد انتخاب ميراف ميخايل كزعيمة للحزب التي نجحت كما يبدو بإنعاشه وإعادته إلى الواجهة من جديد عقب تدهوره خلال السنوات الأخيرة وتحوله من حزب مؤسس لإسرائيل ينافس على رئاسة الحكومة إلى حزب لا يتخطى نسبة الحسم وذلك نتيجة لعدة أخطاء ارتكبها قادة هذا الحزب من آفيقاباي الذي حاول انتزاع أصوات من اليمين بتهميشه قضايا السلام وحل النزاع مما جلب نتائج عكسية تمثلت بعزوف المصوتين الأيديولوجيين حتى عمير بيرتس الذي وجه ضربة قاسية للحزب بانضمامه إلى حكومة نتنياهو رغم وعوداته باستحالة الإقدام على هذه الخطوة وعلى ما يبدو بأن رفض مخائل الالتحاق بأعضاء حزبها عمير بيرتس ويتسحك شمولي بالانضمام إلى حكومة نتنياهو وتفضيلها البقاء على مقاعد المعارضة قد أكسبها شعبية في أوساط المنتسبين للحزب ومكنها من الفوز برئاسته حيث طالبت بيرتس وشمولي بالاستقالة من حكومة نتنياهو الفاسدة على حد تعبيرها وقبيل الانتخابات الرابعة في غضون سنتين يسعى حزب العمل بقيادة ميراف مخائلي إلى خوض الانتخابات ضمن تحالف أوسع بزعامة مخائلي وتجري المباحثات أربع أيام قبل موعد إغلاق القوائم بين شخصيات وأحزاب لا تعبر نسبة الحسم وفق آخر استطلاع للرأي عملية إنعاش تنجح حتى الآن في منع اندثار أقدم حزب في إسرائيل ومؤسسها حزب تولى مقاليد الحكم في إسرائيل منذ نشأتها وحتى عام سبعة وسبعين وكان مسيطرا على معظم مؤسساتها ونجح في تشكيل عدة حكومات بعد ذلك لكن تساؤلات عدة تطرح اليوم حول مستقبل هذا الحزب الذي يراوح نسبة الحسم وتخلي شرائح واسعة من مصوته التقليديين عنه لأخطاء جسيمة ارتكبها زعمائه إما بالتماهي مع أفكار اليمين طارة أو بالدخول إلى حكومة نتنياهو طارة أخرى في تخل واضح عن المبادئ والقيم التي لطالما تغنى بها الحزب وبدلا من طرح بديل حقيقي في مواجهة اليمين المتنام في إسرائيل أعلن وزير القضاء الإسرائيلي السابقة في نيسين كورن تنحيه بشكل مؤقت عن الحياة السياسية وترك حزب الإسرائيليين قبل أربعة أيام من الموعد النهائي لإغلاق قوائم انتخابات الكنيسة وأشار نيسين كورن في بيان له أنه قرر أخذ إجازة بشكل مؤقت بعد سنوات طويلة كشخصية عامة وأنه سيستمر بتقديم المساعدة في الكفاح ضد الفساد ومن أجل اقتصاد اجتماعي وديمقراطي بدوره عقب رئيس حزب الإسرائيليين رون خولدائي قائلا إنه يحترم اختيار نيسين كورن وأنه سيواصل العمل باستمرار لتوحيد ما يسميه معسكر اليسار وسط شارك آلاف من المتدينين المتشددين في جنازة حخام بالقدس في حالة ازدحام شديد خلافا للتعليمات الوقائية من انتشار كورونا وعدم التزام العديد منهم بوضع الكمامات ودعت الشرطة الإسرائيلية التي لم تمنع سير الجنازة أنها عملت على إجراء حوار مسبق واعتبرت أنها خفضت عدد المشيعين من خلال منع وصول عشرات الحافلات التي تنقل مئات الأشخاص من أجل المشاركة في الجنازة وذلك قبل وصولهم إلى القدس كما وزعمت الشرطة أن قواتها تعمل على تنفيذ تعليمات كورونا وأنها حررت عشرات المخالفات بسبب خرق التعليمات أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 23 حالة وفاة و2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع التراجع الملحوظ في الفحوصات خلال نهاية الأسبوع ووفق معطيات الوزارة يرقد في المستشفيات 1814 مصابا منهم 1262 بحالة خطيرة و298 مرتبطون بأجهزة التنفس الإصطناعي هذا وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث تم تطعيم أكثر من ثلاثة ملايين شخص وحصل على الجرعة الأولى 32 فارزة واحد بالمئة فيما حصل أكثر من 18 فارزة بالمئة على الجرعتين الأولى والثانية تبحث الحكومة الإسرائيلية توصيت وزارة الصحة بتمديد الإغلاق لأسبوع إضافي في الوقت الذي تتباين فيه المواقف حول جدوى تمديد الإغلاق دون تطبيق التعليمات ومضاعفة غرامات كورونا وتناقش الجلسة جدوى إغلاق مطار بينغوريون في الليد بعد مطالبة وزارة الصحة لأسبوعين إضافيين بالإشارة إلى أن موعد إغلاق المطار ينتهي ليلة الأحد ويدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للتوصية على تمديد الإغلاق الأمر الذي يعارضه رئيس حزب كحولفان بنيغانس دون تجديد الإجراءات ومضاعفة غرامات كورونا وإنفاذ القانون في بلدات المتدينين المتشددين بكل ما يتعلق بإجراءات الإغلاق تضرب جائحة كورونا كافة المناح الحياتية على الرغم من نسبة التطعيم الكبير التي وصلتها إسرائيل إلا أنها تصنف اليوم الأولى عالمياً في الإغلاقات المتتالية لتبلغ أيام الإغلاق منذ بداية الجائحة قرابة الخمسة أشهر أعمال الضر بالمجتمع من ناحية الاقتصادية ومن ناحية تعلمية وكان بالحال المجتمع العربي اللي هو أكثر مجتمع ضعيف فكل إغلاق أعمال لأدي تسكير مئات المحلات التجارية واليوم نحن لدينا حوالي 30% بطالة بالوسطة العربي الوضع الاقتصادي نحن كمجلس عايشين نشايفين اليوم فينا بيوت كثيرة اللي مش هادر توكل يعني وبحاجة لطرود عشان تمشي الشهر ومنفس الوقت إحنا تعلمياً يعني بكفيش الوضع التعليم الوسط العربي يعني هو الأد ضعيف وفيش إنا الإمكانيات من ناحية إنترنت ومن ناحية الحواسيب وإحنا سنة فترة بدون تعليم فالألاقات هي ضربة إقصادية مقيفة يعني نشغل بشرفها الاجتماعي وبنعرف شو دور التعادد والتضامن والدفء الأسري فهي كل ياتها أشياء إيجابية وإحنا كمجتمع كمان اللي إحنا يعني بنآمن فيها وبنحاول نوفرها كمان إجت الكورونا وإجت الحجر الصحي وإجت السيجر إجت الإغلاق اللي كمان هاي المواضيع كمان ألت وألت فأنا بشوف إحنا في أزمة يعني خاصة يعني في الأمور مش واضحة لأوين إحنا ردنا نصل يخلف الفيروس ضررا نفسيا واقتصاديا قاسيا قد لا تختفي آثاره لسنوات عديدة ففي ظل تخبطات الحكومة المتكررة دون نتائج فعلية للحد من انتشار العدوى بشكل كبير خلق هذا استهتارا لدى المواطنين ويتضح الاستخفاف بقرارات الحكومة في أعداد الإصابات التي لا تنخفض على الرغم من فرض الإغلاق صارت ظروف مادية سعبة ظروف اجتماعية سعبة رغم النداءات اللي احنا منقولها للناس ومنقول مثلا يقتصر العزاء أو الأجر مثلا أهل الفقيد بتلاقي الناس فواج وفواج بتروع على الأجر وقاعدين رغم أن البيت يبقى المريض ميت بسبب الكورونا بس بتلاقي كله بدو يراعي الظروف الاجتماعية أنا بقول لازم إحنا نترفع عن هاي الأمور ولازم نأخذ كل إشي بحكمة لأنه بنفعش نظل هيك يعني حتى لولاد الصغار صار بدها دكتور نفساني يعني كله صار من الضغط اللي موجود بالبيت صار صعب إنك تتعامل مع الولاد بدو يطلع بدو يشوف تتجلى آثار الفيروس حاليا في أعداد البطالة ومعدل المواطنين المتواجدين تحت خط الفقر لكن لم يكن الاقتصاد وحده صعبا بل خلق الإغلاق عزلة لا يعرف مداها إلى أين ليعاني الأطفال العرب اضطرابا وميلا للانتحار بنسبة تفوق الأطفال في المجتمع اليهودي عدد توتر الذي خلقه الإغلاق في البيوت العربية من ضائقة نفسية واجتماعية صعبة أفادت وسائل وإعلام إسرائيلية أن وزارة الصحة الإسرائيلية تعتزم إلغاء الإعفاء المتعلق بالحجر الصحي للمطعامين والمتعافين من فيروس كورونا وذلك بسبب الارتفاع المتواصل بمعدل الإصابة والعدوى في البلاد ووفق الوسائل تأتي إعادة النظر في هذا الإعفاء على الرغم من الإغلاق ومن حملة التطعيم المكثفة بحيث أن معدل الإصابة والعدوى بارتفاع ولا تسجل انخفاضا وتبحث وزارة الصحة إمكانية تغيير الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي بسبب احتمالية أن يحمل الشخص الحاصل على تطعيم كورونا الفيروس في الجهاز التنفسي والرئتين ويصيب الآخرين أطلقت محكمة الصحي في مدينة الخديرة سراحة معتقلي المظاهرة المناددة بالعنف والجريمة وتواطئ الشرطة في مدينة أم الفحم الشابين وذلك بعد اعتقالهما يوم الجمعة الماضي وتواجد عدد من المحامين من مدينة أم الفحم في المحكمة خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقلين كما تواجد أيضا عضو الكنيسة الدكتور يوسف جبارين ورئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد وعملوا للضغط حتى تم الإفراج عنهم وشهدت العديد من البلدات العربية في أنحاء البلاد كافة فعاليات ومظاهرات احتجاجا على طواطئ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف دانت اللجنة الشعبية في مدينة تمرى تصرفات الشرطة الهمجية بعد إطلاق ضابط شرطاء النار وإطلاق قنابل الصوت خلال اعتقال سائق ادعت أنها تطارده واعتبرته تجاوزا للخطوط الحمراء كفة واعتبرت اللجنة أن الشرطة المتواطئة مع العنف والجريمة تقوم بأداء تستقوي من خلاله على المواطنين الآمنين في بيوتهم وتترك المجرمين أحرارا وطالبت اللجنة الشعبية بإقالة فورية لقائد مركز الشرطة بسبب فشله في مكافحة العنف والجريمة في طمرة مؤكدة أن إطلاق النار في الهواء شكل خطرا على المواطنين وكذلك بسبب أوامره بإطلاق القنابل الصوتية داخل حي سكني وفي ساعات متأخرة من الليل وأشارت اللجنة الشعبية في طمرة في ختام بيانها إلى أنها كانت قد طالبت بإغلاق مركز الشرطة في طمرة وذلك لعدم قيامها بواجبها لحماية المواطنين عدا عن نشرها الضعر وترويعها للمواطنين بتصرفاتها الهمجية بتنظيم من لجنة التوجيه لعرب النقاب وضمن الحراك الجماهيري العربي في البلاد شارك قياديون وناشطون وأطفال في وقفة احتجاجية على تفشي الجريمة ورفضا لكافة أشكال العنف على مفرق شوكة أسقاطي في النقاب نقف هنا مع إخواننا المبادرين لهذه الوقفة الاحتجاجية لنتضامن مع أبناء شعبنا في أم الفحم وفي غير أم الفحم ضد العنف والجريمة ضد عصابات الإجرام التي تفتك بأبناء وبنات هذا الشعب وضد تخاذل الشرطة وقمعها للمتظاهرين يعني في الأيام الأخيرة مسلسل قمع المتظاهرين في أم الفحم زاد عن حده الناس ستظاهر ضد العنف مدينة أم الفحم منكوبة حصلت فيها جرائم فضيعة ولكن الشرطة تقوم بعكس واجبها واجبها القبض على المجرمين عقاب هؤلاء المجرمين ولكنها تقوم بالعكس تقمع المتظاهرين والمتظاهرات جئنا الآن نقول كفى للعنف الرسالة واضحة أول رسالة وجهها إلى جميع روصاء السلطات المحلية في البلاد ونقول لهم إن لم يوقفوا معنا من أجل وضع حد إلى هذا العنف نحن في ورطة نحن لا نوجه رسالة إلى حكومة إسرائيل المتطرفة بل نوجه رسالة إلى جميع رؤساء المسلطات المحلية وأيضا رسالة مهمة إلى الشرطة الشرطة إن تقوم بعملها صح نوقف هذا العنف الشرطة لازم أن تقوم بجمع جميع السلاح المرقص والغير المرقص في مدنة وقرانة ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها نطالب الشرطة بجمع السلاح الشرطة لا تريد جمع السلاح من قرانة ومدننا العنف مذمة والتسامح مغفرة وغيرها من الشعارات المناوئة لجائحة العنف والجريمة المنظمة التي تهدد النسيج الاجتماعي في عمق المجتمع العربي في الداخل نحن موجودين لتضامن أول شيء أول شيء بنترحم على الشهداء اللي سقطوا ضحايا العنف والإجرام اثنين بناشد أهلنا إنهم يتكاتفوا لمحاربة الجريمة والعنف الجريمة بتطلع من البيوت هذول الناس موجودين في البيوت وعند أهلهم أنا بحمل الأهل المسئولية قبل الشرطة الشرطة مسئولة والدولة مسئولة بس الأهل هم المسئول الرئيسي عن هذا العنف اللي مش قابل يتوقف اليوم في مظاهرة عن الأمن والأمان نريد الأمان في شوارعنا وبلدنا ولا للعنف ولا عن التسامح وحمل المحتجون حكومة إسرائيل والشرطة المسئولية عن آفة العنف المستشري وعدم الكشف عن المجرمين وطالبوا بإيجاد حلول فورية من أجل وقف الظاهرة الدخيلة التي أودت بحياة المئات في السنوات الأخيرة وأبقت آلاف الأسر الثكلة والمتضررة استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على مفرق عاتسيون جنوب بيت لحم أثناء تواجده في المنطقة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الالتفافي رقم 60 أمام حركة المركبات من وإلى بيت لحم ما تسبب بأزمة مرورية خانقة يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي استشهد الفتاعة طلاريان عن عمري 17 عاما برصاص جنود الاحتلال قرب مدينة سلفيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة